هذه كلمة الإدراك حطوا تحتها ثلاثة أربعة خطوط حمراء الأنسان الآن عادة في الجانب التنموي البيئي يفكر كيف يطلع كيف يروح للمقهى قديش يصرف كم يستلم من الراتب كم يوفر من الراتب كم القسط يجلس طول عمره يستنى الراتب على القسط على القسط على القسط شاغل نفسه في أشياء أساساً هي عالة عليه نحن في زمن الآن ربما الكثير لا يدرك أننا في زمن مشابه بالسبعينات السبعينات كانت التجارة خطوة واحدة فقط أصبح تاجر عشر سنوات أصبحت عائلة من العوائل الثرية لازم يدرك الجميع أننا الآن في فرص جديدة شبيهة بالسبعينات يوجد أشخاص موجودين بيننا العام الماضي زي الوقت هذا ما عنده ولا ريال في حسابه اليوم لو يسيّل أعماله يطلع منها بيطلع بمئتين مليون ريال ثلاثمائة مليون ريال هل هي حصراً على هذا الشخص؟ ليش ما هي حصراً؟ ليش إحنا ما ندخل فيها؟ يعني إذا نظر الناس يعني للراتب كأهمية أو الثراء أنه أهمية لماذا لا ندخل في هذا الشيء؟ إيش اللي يعرفوا هذا الشخص إحنا ما تعلمناه؟ إيش اللي يعرفوا هذا الشخص اللي ما درسناه في الجامعة؟ هذه أشياء كلها موجودة وكلها معروفة ولكن الناس دائماً يعني ترى كأنك تقول هذا لاعب كرة موهوب خلقه من رب العالمين هو لاعب كرة أنا بس دوري أتفرج عليه وأشجع لا في أشياء كثيرة في الحياة أنت يفترض أن تكون ضمنها أنت يفترض أن تكون من خلالها أول ما يخلص الثانوية أنت بتروح تدرس إيش؟ والله أنا بروح أدرس هندسة والله أنا بروح أدرس محاسبة أنا بروح أدرس طب طيب وبعدين لما تروح تعمل في أحد هذه الأعمال تكتشف بعد فترة طويلة من الزمن أنه هذا ما هو مكانك ولا هو مزاجك ولا هو ما كان من الإبداع بالنسبة لك أبسط الأمثلة المحاسبة والمالية كلنا أنا أعتقد أنها نفس التخصص هي الشخصية بالعكس هذه الشخصية تختلف عن هذه الشخصية هذه شخصية منغلقة على نفسها وهذا جيد أن يكون المحاسبة قسم المحاسبة وقسم التدقيق تكون بهذا الشكل القسم الآخر اللي هو المالية هنا يكون فيه انفتاح حب الإطلاع حب المشاركة الشخصيتين مطلوبة بس نصف الناس يكونوا هنا ونصفهم يكونوا هنا فلما تجيب لك شخص أساسا هو مخلوق من رب العالم هنا تحطه هنا أو العكس صحيح اختلطت عليه الأمور لذلك أنت ما تأخذ الحياة كحرب تأخذ الحياة كهدوء تجرب تمشي تشوف عندك متسع من الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر